السلام عليكم طلاب الثالث متوسط اشلونكم يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية رجعنا لكم بالمحاضرة الأولى من محاضرات اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط الوحدة الأولى وراح نبلش بتفصيخ المنهج إن شاء الله فسبحنتك بيدك ستقلمك بيدك تفتر الملاحظات وكتوبكم خلوه نيامكم حتى الملاحظات اللي ممكن نسجلها أي شي حاول نسجله الملاحظات حتى وإن كانت شفهية حاول نسجلها وياي الموضوع الأول راح يكون وصف الأماكن والأشياء شلون نوصف الأماكن والأشياء أنت دخلت بمكان معين شلون توصف هذا المكان شلون توصف الأشياء اللي به أول شي عدك طبعا تصوير هاي المحاضرات راح يكون تصوير إعادة تصوير للمحاضرات القديمة فراح يكون هذا تصوير 2022 راح يكون بتغيير أكيد وتحسين من ناحية الجودة يعني جودة الصورة والصوت إن شاء الله وكذلك راح يصير تعديل على المحتوى أكيد إن شاء الله فراح يكون إضافات بي إن شاء الله فوصف الأماكن شلون نوصف الأماكن بالبداية إن هذا الموضوع متعلق بالقواعد قواعديات أنا راح أمطيك يعني أفهمك القاعدة أفهمك شلون توصف الأماكن وبالنهاية راح أمطيك أمتحان أمطيك يعني أمثلة وأسئلة وزارية وراح أمتحنك بالمادة يعني هسا قدنا طرقتين لوصف الأماكن أول شيء خلي نقول هنا وصف الأماكن والأشياء زيان هسا حتى نوصف الأماكن والأشياء عندي طريقتهم هي أما أستخدم there is, there are أو أستخدم it has كل واحدة وقواعدها الخاصة معنا شيء هو ما يقل لك استخدم لهاي أو استخدم لهاي ممكن يجيب لك سؤال على there is و there are يعني there is و جماعتها there are وحب أشكلاتهم أو على it has تمام أول شيء عندي there is there is وعدي there are there is و there are there is و there are شن الفرق بينهم خلو نستخدم اثنينهم معناهم هناك اثنينهم معناهم هناك هنالك هنالك اثنينهم there is و there are زين شن الفرق بينهم خوا استخدم وحدة there is أو there are إذا هم معناهم واحد هنالك لا المعنى صحيح أنه هو نفس المعنى هنالك اثنينهم there is و there are لكن وحدة تستخدم ويا المفرد لإسم المفرد أو لإسماء المفردة و there are مع الإسماء الجمع there is مع زائد اسم مفرد there are زائد اسم جمع ماشي هذا الفرق بينهم there is اسم مفرد there are اسم جمع حسن نجي يعني نفسخهم أكثر الطريقة الثانية باستخدام يعني أول شي كنا باستخدام there is there are حتى نوصف الأماكن هناك معناهم وطريقة الثانية it has تمام حسن نبدي there is there are قلنا أنه معناها هناك there is there are نفس الشي معناها هناك لكن هاي تتبع باسم مفرد there is there are تتبع باسم جمع حسن شلون أعرف الاسم المفرد شلون أعرف الاسم الجمع الاسم المفرد الاسم المفرد الاسم المفرد أولا ما بيأس مثلا نقول book كتاب معناها مفرد ما بيأس زين هاي شغلة شغلة ثانية ممكن يتبع بأ أو أن أي أو أي أن ماشي ممكن بأ أو أي أن ماشي الاسم المفرد ما بيأس هاي أول شغلة شغلة ثانية ممكن أي أو أي أن تمام there are اللي تتبع باسم جمع اسم الجمع الاسم الجمع طبعا الاسم الجمع تشوف بنهاية S مثلا books ماشي فانتهى انتهى بأس تمام أو مثلا Knives أنا سكاكين ماشي فانتهى بأس أكو أسماء أسماء يسهلها جمحة يعني غير قياسي أو شاذ بشلون الأفعال قياسي أو غير قياسي أكو أسماء جمحة هم قياسي وغير قياسي أكو أسماء يعني أغلب الأسماء جمحة بالأس لكن أكو أسماء جمحة شاذ غير قياسي تغير شكلها مثلا نقول Child طفل Children أطفال لكن هاي ما تجيكم يعني دائما ما تجيكم بس يعني معلومة لكم فالاسم الجمع شوف بأس وممكن أن يسبق الاسم الجمع ممكن أن يسبق ب some some معناها بعض many lots يعني الكثير من و a lot of هاي شيء الاسم الجمع نهاية S وممكن يسبق ب some many some many lot أو a lot of ممكن إذا شفت مثلا some many lot أو a lot of معناها أنه هاي وراها اسم جمع ماشي الاس علامة ثانية للجمع عرفنا الاسم المفرد هسه والاسم الجمع الاسم المفرد قلنا مع بس وممكن يسبق بأو آن الاسم الجمع نشوف دائما بس وممكن أن يسبق ب some أو many أو lot أو a lot of هذا بالنسبة للاسم المفرد والاسم الجمع مع there is معها اسم مفرد there are وياها اسم جمع زيب شلون ممكن آآ نكون الجملة مثلا نكون الجملة نقول مثال بحالة المثبت أقول مثلا there is a book there is there is a book نقطة أول شي نعرف من قلنا there is معناها وراها اسم مفرد أول شي سبق بأ وال book اسم مفرد ما بأس و سبق سبق ال a فالاسم المثال على الجملة المثبتة باستخدام there are مثلا نقول there are مثلا some books هناك بعض الكتب أول شي أول شي there are يعني استخدمنا there are لأن عندي some اللي هي الدلي على الجمع أو الاسم الجمع والاسم books اسم جمع مسبوء يعني منتهي بأس فهي أس الجمع هذا بالنسبة الحالة يعني الحالة الأولى اللي هي حالة ال affirmative ماشي هاي بالنسبة الحالة ال affirmative و شلون ممكن تجيني أس الروح لحالة عندنا تكوين الجملة there is أو there are أو أي زمن معين راح ناهدة شلون لازم تتعلم شلون تكون بحالة المثبت affirmative حالة النفي negative وبحالة question وراح يعني أقلكم طريقة على negative والquestion هي قاعدة الكل لازم من اللي ممكن راح تأخذه على there is there are المضارع العفو الماضي المستمر المضارع المستمر المضارع البسيط الماضي البسيط نتأخذهم بني بعدين أنطيق قاعدة النفي والاستفهام يعني تعرف هاي القاعدة فتعرف شلون تجاوب النفي والاستفهام there is there are بقية المواضيع أيضا فتعالوا يخلي الروح إلى حالة النفي والاستفهام الحالة الأخرى اللي هي negative حالة النفي negative حالة النفي negative هو حالة النفي من تقولون negative ذكروا قنبلة اسمها ناط ماشي من أريد أنفي جملة أشمر قنبلة اللي هي ناط أشمرها عليما على الفعل المساعد ما للجملة ماشي فأنفيها مباشرة هذا كل اللي يتسوي فشأقول النفي there is not أو there are not there are not طبعا الاختصار مالتهم isn't aren't زائد طبعا تكملة اسم مفرد هنا وهنا اسم جمع ملاحظة 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 بس احنا اخذنا negative ماشي خلينا نقول مثلا عندي جملة مثلا there are some books هناك بعض الكتب وقال لك بين قوسين بالامتحان مثلا negative سوي لياها نفي انفي لياها شي تقول له there من هو الفعل المساعد اول شي اللي تنشمر للقنبل اللي اسمها not الفعل المساعد هو is or are فس هنا اعدي بالجملة are فأقول له there are not ملاحظة الملاحظة اللي ريت اقول لكم ياها انه النفي النفي صام صديقة المثبت ماشي لكن عدوة negative وال question عدوة النفي والاستفهام ماشي ف بال negative اطلع لهم اختها اللي اسمها اني بال negative وال question ماشي فسام اطلع negative عفو سام قلنا صديقتها ال affirmative حالة المثبتة لكن من يقل لي جملة و negative او سوليها question وتلقي سام تقول يا بسام عدوة negative او عدوة ال question فاطلع لهم اختها اللي هي any فمن تلقي سام تحول ها الى any there are not any books هذه ملاحظة مهمة جدا 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 بالنون ماشي هذه بالنسبة الحالة النفي ببساطة نروح لحالة ال question حالة السؤال question حالة السؤال بالسؤال اذكر دائما ال x هذا شنو هذا ال x باوة هل ستة مثلا لديك there is و there are ماشي وتكمله مصح اسم مفرد اسم جمع القاعدة مال question دائما 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 من تريد سؤال تقدم الفعل المساعد على الفاعل فتذكر x high يعني شنو شو اصير are there زائد تكمله ماشي وما ننسى علامة الاستفهام اهم شي علامة الاستفهام وقدم الفعل المساعد على الفاعل هذا question ببساطة there is الصير is there وتكمل الجملة وتخلي علامة الاستفهام هم نفس الشي اهم شي من تريد سؤال علامة الاستفهام وتقديم الفعل المساعد على الفاعل شوفوا شنو ال x ال x ساعدك بالحل اذا نضعك مثلا جملة وقال لك يا حبيبي سوي ليها سؤال ما ننسى بال question ايضا any مكان some مثلا نقل لك there are some sugar وقال لك بين قوسين سوي ليها question شلون نسويها question تتذكر ال x او الفي وخلي جو there is there are ف r يصير بالبداية وما ننسى حرف كبير a r there t ها مو بداية جملة حرف كبير من تصير ثاني شي بالجملة تصير حرف صغير are there some قلنا بال negative وال question يعني عدوة negative وال question فنحول ها مساعد على الفاعل وعدنا شغلة ثالثة ممكن اذا اجتني some اقول هي عدوة question وعدوة negative فاحولها الى any فهذا كل ما في حالة question السؤال فهاي حالة السؤال حالة question وحالة اخذنا negative وحالة affirmative حالة النفي والاستفهام وحالة الاثباط زيان خلينا ناخد نماذج اسئلة على there is there are حتى نروح الى it has ماشي ناخد نماذج اسئلة وزارية number one number two number three مثلا نقول ممكن يقول there وبين قوسين is و are many مثلا books in the library هناك العديد من الكتب في المكتبة من تلقى قوسين قوس منا وقوس منا ومنطيك على مشارحة ومنطيك كلمتين معناها اختار لوحدة من الكلمتين وحدة صح شاختار there is لو there are بالاعتماد على الاسم اللي بعدها لأن قلنا there is اسم مفرد there are وراها اسم جمع اول شي many نعرف احنا حاضين انه many بعدها اسم جمع ماشي وعندي الاس ايضا علامة على انه هذا الاسم اسم جمع فاختار there are ماشي هذا السؤال الاول السؤال الثاني قل مثلا there is مثلا some sugar وقال لك مثلا negative هيش ممكن يجيني ايضا السؤال فاقول negative اذكر القنبلة اللي اسمها not اخليها على الفعل المساعد اللي هو is or فانزل there و is هذا الفعل المساعد اخلي الى not لكن عدي شغلة اذكر شغلة بحالة النفي والكوستشن بالnegative والكوستشن اذكر انه some عدوة النجاتف والكوستشن فاحولها الى any فتصير there aren't any sugar هذا بالنسبة للسؤال الثاني اهم شي not وثاني شي عدك تباوع لل some اذا لقيت هتتحول الى any هتتحول الى any سؤال الثالث ممكن يقول لك there are a lot of students هناك كثير من الطلاب in the class في class class معناه الصف وقال لك بين قوسين نسوي الياها يا عبا question نسوي الياها question نتذكر انه من نريد نسوي جملة question نتذكر اول شي x وثاني شي نخلى علامة استفهان فوق السؤال حتى من نجاوب نتذكر الشغلات اللي نريد نجاوب ها ما شايف فاقول are تجي بالبداية حرف كبير ما ننسى there صار حرف صغير تبدي ثاني شي بالجملة are there a lot of since نكمل جملة in the class واخلي علامة الاستفهام هاشي اهم شي اقدم الفعل المساعد على الفاعل والامة الاستفهام في حالة السؤال اذا عندي سام احولها الاني لكن ما عندي سام آني فهاي الاسئلة اللي ممكنة على there is و there are فعدنا بس اتهاز ونختم محاضرتنا وراح اخلي لكم نهاية المحاضرة اكيد رابط اختبار يوديكم للتليجرام اختبار بالمحاضرة الاولى فتعالوا يخلي الروح الى it has الطريقة الثانية للتعبير عن وصف الاماكن او الاشياء الطريقة الثانية للتعبير عن وصف الاماكن او الاشياء نستخدم it has معناها تحتوي الفرق بين there is و there are انه there is و there are ممكن يجي بعدها اما اسم مفرد او اسم جمع هاي it has ممكن يأتي بعدها اسم مفرد او اسم جمع يعني هاي تقبل اسم مفرد او اسم جمع مثلا نقول it has it has a pan تحتوي على قلم مثلا ده اصف مثلا حقيبة اقول it has a pan تحتوي على قلم او اقدر اقول بنفس الوقت it has some books بعض الكتب ف اقدر استخدم بعدها اسم مفرد او اسم جمع ماشي اسم مفرد او اسم جمع هاي الشغلة الاولى زين هاي بحالة المثبت بحالة النفي والاستفهام و اريدكم تركزون على حالة النفي والاستفهام لان مهمة جدا وكشوية يخلخلون بيها يعني ما يفتهموها بسهولة لان يعني بيها لان تحويلات بسيطة ويحسوها هم يعني تحويلات معاقدة خلينا نشوف شلون ننفي الاتحاز وشلون نسويها question بحالة النفي والاستفهام اشلون ننفي اتحاز وشلون نسويها question باوع قولي بحالة النفي negative بحالة negative باوع ات الفاعل نفسه يبقى النفي اباوع الهاية ات هاز هل هاز فعل رئيسي لو فعل مساعد اقول بما انه فعل هاز فعل رئيسي مو فعل مساعد فمن القنبلة الناط اللي يشمر هاريت فعل مساعد حتى افجر حتى ياخذ الناط لكن هذا فعل رئيسي فشلون من اجيبه اجيبه من جي باقول بما انه هاز معناها مضارع بسيط فالنفي فالعفو الفعل المساعد هو does يعني باعتبار it مفرد دائما it اذا اجاب لك هي او شي دائما does يعني تاخذ ف it does هاز والناط القمبله it does not الفكرة وين الفكرة انه هاز ورا النفي يعني رح ترجع الاصل فتصير it does not have زائدا تكمله او تريد اذا ما افتهمتها يعني ما عرفت شلون تنفيها it has نفيها it doesn't have it doesn't have it ماشي doesn't does not يعني it doesn't have نفي it has it doesn't have نفي it has it doesn't have it doesn't have مثلا يقول لي جملة تلو ممكن يقول لي بقى يقول لك مثلا it has has it has some books وقال لك سوي لي اياها negative من قائل لي negative و it has اقول فعل المساعد ما هو لازم انا عرفه اقول it والفعل المساعد doesn't does والnot ادخلها عالية doesn't وهذا ترجع لأصل لها have doesn't have some تذكرون تذكرون انه negative والي question some تجيب اختها اللي هي any doesn't have any books وخلي علامة العفوة خلي نقطة it doesn't have any books it has some books it doesn't have any books هذا انه في مالتها لاحظوا it has انه في مالتها it الفعل المساعد ما موجود جيبة does فصير doesn't وهذا استرجع الاصطة لها doesn't have it has it doesn't have it has it doesn't have وأكمل الجملة ادي some بالnegative احولها الى any بالnegative او بالquestion بالنفي او الاستفهام هذا بالنسبة لحالة الnegative روح لحالة الquestion السؤال ويعني الحالة الاخيرة حتى نختم محاضراتنا فليهنا لازم انت رفلت there is و there are استخدامهم انه هاي تجي بعدها اسم مفرد there is و there are بعدها اسم جمع فلوانا فيهم ابن there isn't و there aren't واذا لقيانا سام او اذا لقيانا سام منريد نسوي نفي تتحو او استفهام negative او question سؤال احولها الى any حالة السؤال اقدم الفعل المساعد على الفاعل اذكر ال x واخلي علامة استفهام و النفي ناط للفعل المساعد هذا حالة الاثبات النفي والاستفهام there is و there are اتهاز عرفناها بالنفي اتهاز انه بحالة المثبت يجي وراها اسم مفرد او جمع بحالة النفي يجي وراها ننفي يعني الفعل المساعد نخلي الى ناط الفعل المساعد ما موجود باتهاز لانها اتهاز هذا الفعل الرئيسي فاجيبه بما انه هاي اتهاز مضارع هاز الفعل هاز مضارع فاقول it does فعل مساعد does للمضارع وخلي الى ناط it doesn't وهاز ترجع لأصلها اللي هي have doesn't have doesn't have واكمل الجملة باتهاز ايضا ذالي get some احولها الى اني بحالة النفي بالنجاتيب او بالكوستشن بحالة السؤال كوستشن بحالة الكوستشن هي الـ دز بالبداية اخلي دز بالبداية قدم الفعل المساعد على الفاعل it doesn't have ماشي واكمل الجملة واخلي علامة استفهام does it have واخلي علامة استفهام ما انساها خلي ناخذ يعني نماذج ممكنة على it has عندك نموذجين يعني امتحانية ممكن تجيك it has a nice dress وقال لك negative والثاني it has some pens وقال لك a question طبعا هذا جايبي وزاري يعني هالنماذج وزارية ممكن يعني تجيك بهالطريقة فاول شي it has negative اذكر القنبلة اللي اسمها not خليها على الفعل المساعد وين الفعل المساعد بالإتهاز اقول بالإتهاز ما موجود معنا يعني does فعل مساعد does ماشي وهاز هو فعل رئيسي ارجحها الاصل هذان فيه الجملة فش صير الجملة it أنا أزلها نفسها الفعل لمساعد does واخلي النات it doesn't وhave الرئيسي ما الhas أنا أعيس ادرس أنزلها وهذا كل ما في حل هاي الجملة it doesn't have it doesn't have أنا أعيس ادرس الجملة الثانية it has some pants تحت تحت على بعض الأقلام قلنا بالي question أول شي نخلي علامة السفهان فوق ونخلي ال-x ال-x it has ما عندي فعل مساعد أخلي ماشي أخلي الفعل المساعد اللي هو does وأقدم ماشي وال-has أكتب جواها ال-have الفعل الرئيسي منها لقاها فالجواب راح يصير does it و-have does it have some عدوات هالي question does it have any أولها إلى any pens وأخلي علامة الاستفهام فالحد الآن لخصنا المحاضرة عندي there is وthere are وعرفنا حالاتهم بال-affirmative وال-negative وال-question وشلون n في not على is وال-are وحالة النفي negative وال-question أحول ال-some إلى any حالة ال-question أحول ال-some إلى any أيضا وخلي علامة الاستفهام ومن أريد أفعل سؤال أقدم الفعل المساعد على الفاعل و-it has يجي بعدها يعني there is بعدها اسم مفرد there are بعدها اسم جمع عرفنا there is و-there are بالنسبة it has بعدها اسم مفرد أو جمع وعرفنا حالة النفي مالتها it doesn't have وحالة question does it have هذا كل ما في محاضراتنا لهذا اليوم أخلي لكم رابط اختبار للمحاضرة بصندوق الوصف حتى تختبرون نفسكم وشوفون نفسكم شلون في المحاضرة ببضطتوها وهي سهلة وسيطة ما بيحش إن شاء الله إذا أعدكم بالتعليقات وإن شاء الله سأجاوبكم أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وإن شاء الله نلتقي بالمحاضرة الثانية مع ألف سلامة